السلام لبنات مرحبا بكم في هذا الفيديو ان شاء الله ستكونوا كامل بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله اجبت لكم قغاطن لوجبة للغداء او العاشاء بزفزف بنينة يعني اجي من اروع ما يكون هذا القغاطن هذا سنخدمه بالبسبس والخضر يعني بزفزف هايل حتى اللي ما يكونش يحب البسبس سيأكلوا بهذه الطريقة ونتحدى اي واحد ولا اي واحدة راح يفيق لهذا القغاطن هذا مخدم بالبسبس يجيب زفزف بنين ورح يحبوه الكبار والصغر انتمنى ان شاء الله يعجبكم اذا عجبكم ما تنساوش جامل الفيديو والبرتاج ونبدأوا على بركات الله في المقادر وطريقة التحضير نبدأ بسم الله كما راكو تشوفو هنا يا عندي ربع حبات بتاع البسبس يكونوا متبسطين مع زوج حبات التاع الزرودية هنا راح نرابي هاد البسبس كما راكو تشوفو نرابيه في الخشين ماشي في الرقيق هاكدا كما راكو تشوفو راح نتحصل على هاد البسبس غابي كما الزرودية تاني راح رابيتها بصح رابيتها هنايا بالرقيق ماشي بالخشين نجيب كسكاس ونحط هاد الزرودية نحطها هي اللولا هاكدا ونزيد فوقها البسبس يعني ما عليشو ما يتخلطو ما كان حتى مشكل هاكدا كما راكو تشوفو نحطو من الفوق ندلو شوية تعلم الحبر كما نكتروش ونحطوه يفور يعني نخليه يفور حوالي ربع ساعة ويكون واجد هنا يا كما راكو تشوفو البنات عندي نصف صدر الدجاج حطيتو هنا يا في الاشواق وراح نرحيه ونخليه بجاه هنا يا في مقلاء نحط كمية الزيت ونزيد عليها هنا يا حبة بصل تكون متوسطى البصل هنا يا رحيتو كما نقدر نقطعه مربعات صغيرة ولا نرى بيوه عادي هاكدا نخليه يتقلم مليح حتى ليذبال بعدما يذبال البصل كما راكو تشوفو يتحمر شوية ويذبال على نار قليلة نحط له هنا يا نصف ملعقة كبيرة تعال طوماتي مصبارة نزيد له شوية برك تعال الماء يعني قسمة نحل هاديك الطوماتيش برك هاكدا نخليها تتقلم مليح مع البصل ونزيد هنا نحط التواب نحط كمية تعال الملح فلفل الكحل العكري وهنا يا عندي بودرة تعال التوم هنا نقدر نستعملوا التوم العادي الحبات نرابيوهم وعندي هنا يا الكاغي التواب الدجاج هاكدا نضير شوية تعال ما هاكدا باش الليزي بيس ما ينحقوا ليش نخلطهم مليح نخليهم يتقلوا ونضيف هنا يا زوج حبات تعال الطوماتيش يكونوا متوسطين اللي كنت رابيتهم مع شوية تعال زيتها هاكدا نخلط مليح الطوماتيش مع باقي المكونات ونخليها تتقلى مليح بعد ما تتقلى راح نمرق هنا يا بنص كاس تعال ما هاكدا ونحط كمية تعال الزيتون اخضر اللي كنت غليته ولا نقدر نخليها في الماء نخليه هاكدا يا شوية في الماء حتى دي تنحلوا كامل هاداك الملح قطعتوه هاكدا يا كي ما راكوا تشوفوا قطع صغيرة مولا ديرون ديل صغار نخليه يطيب مع هاد الاساس كي ما راكوا تشوفو هنا البنت بعد ما طاب البسباس وزرودية هنا راح نعصروا يعني يكون فيه كمية مليحة تعال الماء لازم هنا نعصرهم مليح بهات الطريقة نتخلصوا كامل من هاداك الماء اللي فيه هاكدا نضيف هناء حبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوب نضيف زوج مغارف كبارة على شابلو هذا ونخلط كامل ملاح المكونات نعجنهم ملاح وهنا إلشة الخليط يكون قليلا جاري نضيفه قليلا على شابلو هذا المهم نتحصله على خليط وليس جاري بثاف وليس ناشف نكوره ويتكور فاصيل ما في يدنا نجيب هنا كمية الفارينة ونشكلهم يعني نشكلهم كما نحبه دوائر ولا هكذا يكشغل دي سيغا بهذا يعني كما نشكله المعقودة ونرمضوهم في الفارينة بهذا الطريقة أنا إلا حضرتوا كمية صغيرة الحبة على البيض مديروهاش كامل نخلطوها ونضيفوه بالعقل هكذا بش ما يجرناش الخليط هكذا نحاول نجيب شوية تعلمه ونشمخ يدي بش ما يلسق ليش في يدي نكملهم كامل كما راكو تشوفوه هنا بعد ما كملت يعني وهاد الكمية تعطني كمية لبس بها يعني ما شاء الله يعني ناكلوا ونمكلوا كما راكو تشوفوه بعد ما نكملهم كامل نسخن الزيت مليح ونقليهم هكذا النار هنا يتكون ما تكونش قليلة هكذا يتحمروا لي كامل المليح نطيبوهم من كامل الجيهات نقعد نقلب فيهم حتى اللي يطيبو مليح كما راكو تشوفو يدو لون هكذا ضوغي ونحيهم نحطهم هكذا فوق بابي فوق الورق هذا الماس باش يتشربوا شوية هذيك الزيت هكذا يراح نكملهم كامل هنا يلبينات نقدروا نضيفوا حتى البطاطة حب بطاطة تكون متكونش كبيرة بزافية ثانية نربيوها ونديروها معهم نحصرها مليح ونخلوها الطيب هنا راح نكمل كامل هذيك الكمية من الجيهة اخرى هنا بعد ما نكمل نقليهم نحضر احد الكريمة يعني كريمة الجبن نقدروا نقوله كريمة الجبن نجيب الزفهيلة وخفيفة هنا عندي كاس حليب مع قطعات الفروماج كما يشتوا هذيك الكاغي ونص الاربع كاس تعزيت وحبابيب راح نضير كمية صغيرة الملح بس كرة عندنا الفروماج وشوية يعني رشة على الفلفل كحل ونميكسيهم هكذا مليح حتى نتحصلوا على هذا الخليط يعني يكون نوعا ما يكون تقيل شوية هنا بعد ما كملت كامل هذيك اللقليتهم هنا راح نجيب المون اللي نخدم فيه ونجيب بلاسوس طوماتا هنا بعد ما طابدت كما راكوا تشوفوا يعني نحاولو نخليوها شوية ما تكونش عقدة بساف هكذا باش كيندخلوها للفرن ما تنشفنهش بالخف نحط هكذا في المل من تحته مع الزيتون وهذا الزيتون نحيطينا بلنا هيلة نعرفوا اللي الزيتون يتماشى مع البسباس هكذا نحط الطبقة على اللاصوس ونحط كامل هذ العجيجات هذو يعني معقودة كيشغل معقودة على البسباس هكذا نستفهم كامل هكذا وكما شتوا خرجت لي كمية ما شاء الله ودرتهم كبار يعني وكنديروهم صغير راح تخرج لنا كتر ونزيد نحط شوية على صوص برك شوية من الفوق بس كروني قدرت لها ملح من تحت ونفرغ عليها هذ لاصوس فروماج من الفوق هكذا انا نقدرو نبدلوها بلاصوس بشامل لاصوس بشامل نخدمها تكون خفيفة لازم تكون خفيفة كما لها كما القوام هذ الكريمة هكذا باش مدينة شتقيلة بثاف نحطها كامل من الفوق وفي الاخير نحط لها كمية على الفروماج غابي وندخلها للفرن اللي كنت مشعلته مقبل يعني انتشعله مقبل يسخن مليح وندخلو حتى ينشف ويتحمر شوية من الفوق بعد ما طابق كيما راكو تشوفوا البنات هنا يعني تحمر وجمع شاء الله درت له برك شوية تعلم هذا نسم الفوق ونقدموه بالصحة أولى هنا ان شاء الله يعني يوالم حتى الضيف ولا في شهر رمضان ان شاء الله ويعني واحد يبدل شوية وينوع شوية من الوصفات وليما تجربوش هذا الوصفة ننصحكم باش تجربوها اكيد راح تعجبكم هنا يا برك البنات الفيديو وللقاتا هذا راه يبن شوية فانسي هنا كنت الكاميرا في الليل يعني الكاميرا برك راه يتبينو شوية هكذا شوية فانسي شوية حمر سينو هو راه شوية كلار كيما راكو تشوفوا البنات معا هذك الزيتون هيمدلو بنا بزا في هيلة بالنسبة لهنا اللي يحبوا القراتين تحوهم يكون شوية في هلا سوس ما نخلي واحد يبطى بزا في الفوق يعني واحد الخمس دقايق نشعلونو من تحتها ونطفي واه ونشعلونو من فوق جسد يتحمل بلاية قراتينا هذك الفوماج ونحيوه هادي هي الوصفة على نهار اليوم من ابنت نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم اذا عجبتكم معليكم غير تخلي وجام والبرتاج وتخلي ونرايكم في التعليقات نبقى لي غير نقولكم شلو في روحكم والى وصفة اخرى ان شاء الله سلام